ثمن وزير الخارجية سامح شكري العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وكوبا منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1958 وخلى الاتصال الهاتفي طلقاه من وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجرز أعرب شكري عن تطلع مصر لتعزيز روابط التعاون والصداقة مع كوبا لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري كما أعرب عن التقدير للتنصيق مع كوبا في المحافل الدولية متعددة الأطراف والجهود التي تبذلها الرئاسة الكوبية لمجموعة السبع والسبعين والصين ومن جانبه أعرب وزير خارجية الكوبي عن تقدير بلاده للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وتطلعها لمشاركة مصر في قمة مجموعة السبع والسبعين والصين المقرر عقدها يومي الخامس عشر والسادس عشر من سبتمبر المقبل بالعاصمة هفانا